هذا وتفقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مشروع تطوير حدائق المنتزة بالإسكندرية حيث أكد مدبولي توجه الدولة وحرصها على تحقيق الاستفادة القصوى من جميع المواقع المميزة التي تمتلكها لسيامة تاريخية مشيرا إلى أن منطقة المنتزة تتمتع بموقع فريد وساحر ومقاومات عديدة لتكون مقصدا سيحيا مميزا جادبا للزوار والاستثمار في عروس البحر المتوسطة كما تفقد رئيس مجلس الوزراء مشروع إنشاء فندق ناريمان واحد واثنين كذلك تفقد كوشك الموسيقى وأعمال تطوير متحف الزادات وذلك لتعرف على مقتنايته فضلا عن تفقد مشروع إنشاء حدائق فاروق المعلقة